اشتركوا في القناة حضرها نحو سبعين ممثلا عن اكثر من احدى واربعين شركة ومؤسسة من قطاعي النقل والخدمات اللوجستية الى المفاهيم الاساسية المتعلقة بالقيمة المضافة والسياسات الخاصة بهذا القطاع وضمان تطبيقها بصورة صحيحة كما تناولت الورشة اليات تطبيق القيمة المضافة والجوانب الفنية والتنظيمية المتصلة بها الى جوانب الامور المتعلقة بتحصيل مبالغ القيمة المضافة وتزويد الجهاز الوطني للارادات بها والاجابة على كافة الاسئلة والاستفسارات بما يكفل تحقيق التطبيق السليم خلال المرحلة الاولية لتجشين القيمة المضافة ونوها الجهاز الوطني للارادات بمدى اهمية تضافر جهود كافة الاطراف المعنية لانجاح المرحلة التجربية لانطلاق القيمة المضافة وزيادة وعي وإلمام الشركات المسجلة لأغراض القيمة المضافة بالجوانب الفنية والإجرائية لها خاصة مع اقتراب موعد تسجيل الشركات التي تبلغ أو من المتوقع أن تبلغ توريداتهم السنوية بين 500 ألف دينار بحريني وخمسة ملايين دينار بحريني في شهر يونيو المقبل ترجمة نانسي قنقر